مساء الخير يا رب بتكونوا بخير زيكو يا بنات عاملين ايه نهاردة جايبالكو وصفة هيلة هنعمل حمام كريم لشعرنا هيخلي شعرنا بصو حرير وبيطول الشعر جدا وبيغازيه جدا ومش عايز اقول لكو كل مكون من المكونات اللي هستخدمها النهاردة في الوصفة قد ايه هتبقى مفيدة وجميلة اول مكونين معانا معانا زبدة الشيعة ومعانا بطاة صغية طب هنعمل ايه بالبطاطساية اول حاجة هنعملها ان احنا عايزين مية البصق للبطاطس وعايزين زبدة الشيعة تبقى سايحة كده ما تبقاش مجمدة بالشكل ده فاول حاجة هنعملها ان احنا هنبشر البطاطساية دي علشان ناخد منها المية بتاعتها تمام وبشريها بقى باي مبشرة عندك وهنعصرها بحيث ان احنا نطلع منها اكبر كمية ممكنة من المية تمام في اي بولة بقى عندك وبعد ما تبشوري البطاطساية بايدك بمصفة باي وسيلة انت تحبيها استخدمي ان انت تصفي البطاطساية كويس جدا بحيث ان انت تنزلي منها المية كلها اللي فيها تمام بالشكل ده وبشريها بقى بالطريقة اللي صفيها قصدي بالطريقة اللي تريحك هيبقى معانا مية البطاطساية بالشكل ده عامل كده زي النشاك كده جماعة تمام قد ايه فوايد البطاطس جميلة جدا للشعر بيطول الشعر وبيغزيه وبيديله فيتامين محتوي جميع الفيتامينات موجودة فيها وبيقوي بوصيلات الشعر ويعني مش اعيز اقول لكم قد ايه مية البطاطس لها فوايد كمان معانا زبدة الشيه هنسياحها بالشكل ده تعملي لها حمام ماي او تحطيها في الميكرويف المهم ان هي تبقى سايحة معاكي بالشكل ده فبقى معانا اللي اتنين ميكون الاساسيين في الوصفة اه مية البطاطس وزبدة الشيه وزيت املة اه هنمشي مع بعض خطوة خطوة كده اه طبعا زبدة الشيه عملتها معاكو قبل كاف وصفة عايز اقول لكم ان هي بتمنع برضو التساقط الشعر وقد ايه بتحمي الشعر من اي تقصيف وبتنعم الشعر كويس قوي زبدة الشيه ممكن لو ما عندك زبدة الشيه تستبدليها بالفزلين الطبي اللي ورته لك دلوقتي طيب هنضيف خلاص المكونين كده مع بعض زبدة الشيه مع مية البطاطس ومع لقتين زيت املة يا جمال زيت املة يا جماعة زيت املة ده بيستخدموه برا اه في في السعودية والهند والخليج وكده شعرهم بيبقى هايل بسبب اه زيت املة بيحترموا الزيت املة ده جدا بجد اه بفعلا بيبقى معالج للشعر بيخلي الشعر ناعم جدا كالحرير ما بيخليش في اي هيشان يعني بجد وكمان بيحتوي على فيتامينات هايلة زيت املة اه لو هتلاقي كده على العبوة اه بيبقوا محطوطين عليه الفيتامينات اه اي و سي و اي هتبقى بتقريها كده على العبوة اهي بصوا اي و سي و اي يعني زيت املة ده كله فيتامينات فعلا بيناعم الشعر جدا اه مفيد اوي 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 لفتة الشعر تمام يبقى احنا معانا حطينا دلوقتي زيت مكونات مية البطاطس و زبدة الشياء و زيت املة معانا مكون رابع بقى عشان نعمل حمام الكريم اه بلسم جونسون بيبي قد ايه البلسم بتاع جونسون بيبي ده يا جماعة بيجعل الشعر بصوا ناعم ونسيابي كده اه سواء الشامبو بتاع جونسون بيبي او البلسم مش عايز اقولكو على الجمال اه بجد البلسم ده مفيد جدا للشعر وجميل اه وليه فوائد حلو قوي بيطر الشعر جدا جدا تمام هناخد منه برضو معلقتين تلاتة كده على الوصفة بتاعتنا وتات مكونات اللي احنا ضفناهم وقال ليبي بقى المكونات الاربعة كده مع بعض بصوا الجمال يعني عايز اقولكو هي تتقل شوية كمان كل ما سيبيها شوية اه الحمام ده حمام الكريم ده هتحطيه اه مرتين في الاسبوع وهتحطي عليه بني وهتسيبيه على شعرك مسلا ايه ساعتين كده وبدايش تفيه عادي تحطيه ازاي بقى ممكن بالفرشة كده بتاعت السفغة اللي احنا بنسبغ بيها او ممكن تاخدي من الطبق كده وتحطي من الجزور للاطراف وتهنيها كويس جدا طبعا على حسب طول شعرك زوديك كمية اه وبعد كده هتحطي عليه البنيه كده او كيس اه لو ما عندي كيش البنيه ده حطي كيس وعايز اقوليكو كمان اه حاجة جميلة جدا جبتها وفادتني قوي وبصراحة ممتازة اه بنيه حراري البنيه الحراري ده بتحطيه في تحطي الفيشة في الكهرباء وليه درجات بي بيسخن البنيه ده بيدي سخنية هتحطيه بعد ما تحطي الكيس على دماغك على راسك او البنيه وتحطي البنيه دوت فوقيهم هتسيبيه بقى اه يبقى سخن جدا يسخن فتلة الشعر اه بعد ما تحطي حمامك كريم ده قد ايه جميل بدل ما بتجيب مثلا فوتة اه تعمليها بمية سخنة او فوتة سخنة تحطيها ده بيغني عن موضوع الفوتة السخنة نهائي تمام فانت دلوقتي بتحطي البنيه دوت على شعرك بعد ما تدهيني حمامك كريم دوت وقد ايه بعد ساعتين بعد ساعة كده بعد ما تحطيه ساعة او ساعتين هتشطفيه هتحطي عليه الاول البنيه دوت او هتحطي فوتة سخنة لو ما عندكش البنيه دوت اه هتخلي شعرك بقى مش عايز اقولك عالجمال هتشطفيه بعد كده بعد ساعة او اتنين اه وهتشوفي الشعرك عامل ازاي البنيه ده مستو ان هو بليه سوستة كده بيتفاكي كمان لو انت ما حطتيش كيس فممكن تحطي اه هو في كيس كده بالشكل ده ولكن عشان تحميه اكتر ويفضل معاك ينضيف ويقعد معاك فترة طويلة وما يجرلوش حاجة وبدل ما كل شوية تخسليه او كده فممكن ان انت زي ما قلت لك حطي بنيه اول وبعد كده اه حطي اه البنيه دوت تمام اه زي ما قلت لك يبقى الوصفة دي هتقعد معانا اه ساعتين على شعرنا وبعد كان حطلها فوتا سخنة او البنيه الحراري وبعد كده هتشطفيها بمية دافية عادي جدا وتفرجي على حمام الكريم الطبيعي الفضيع ده ان شاء الله الوصفة دي هتعجبكم متنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل وصفاتي وتقولولي في التعليقات ايه رأيكم في الوصفة لان بجد تعليقاتكم بتسعدني شوفكم على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته